مع القرآن ترتيل وذكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتت تخذنا هذوى قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فاغذ ولا بكر عوان فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا زلول تتير الأرض قالوا لا تسقي الحرث مسلمة ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبعوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجه منه الأنهار وإن منها لما يشطق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم مع القرآن ترتيل وذكر